وقع صباح اليوم اشتباك بين تنظيمي هيئة تحرير الشام وحراس الدين في القطاع الشرقي من ريف محافظة ادلب شمال سوريا تفاصيل ما حدث في هذا التقرير هي ليست المعركة الاولى بين تنظيم هيئة تحرير الشام ونظيره حراس الدين المشق عنه فقد سبق ذلك عشرات المعارك التي وقع خلالها خسائر من الجانبين وبحسب المعلومات التي حصلت عليها قناة الان من مصادر ميدانية في ادلب فقد افادت ان احد الناشطين كان يمر في منطقة سراقب حيث شاهد استنفارا لعناصر من تحرير الشام على حاجز البلدة يرافقه اطلاق رصاص من جانبهم تجاه عناصر من حراس الدين الذين حاولوا مرات عدة السيطرة على الحاجز دون جدوى واضاف المصدر ان المعركة استمرت نحو ثلاث ساعات دون ان تسجل اي خسائر لافتا الى انه لم يتسنى له التقاط صور خاصة ان كل التنظيمين يحاول دائما عدم الكشف عن معركه في الاعلام الجدير ذكره ان حراس الدين المشق عن هيئة تحرير الشام هو اول فصيل عسكري في ادلب يرفض الاتفاق الروسي التركي بشأن المدينة والذي ينص على انشاء منطقة عازلة بين مناطق النظام السوري والمعارضة وكانت سبع مجموعات عسكرية قد شكلت في اواخر فبراير شباط الماضي فصيلا جديدا في ادلب تحت مسمى حراس الدين بالتزامن مع المواجهات العسكرية بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام